السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني وأخواتي المستشفيات مليئة بالناس اللي عندها مشاكل اللي عنده مشاكل مع السكري اللي عنده مشاكل مع فاط الدم اللي عنده مشاكل مع البرستاتة وهلما جرى والبعض بيشكي مثلا من قلة النوم ضعف الانتصاب وكل هذه الأمور جميع المشاكل اللي ذكرتها سببها شيء واحد وبسبب هذا الشيء يأتينا أولا الكبد الدهني والكبد الدهني هذا إذا إيجا للشخص أو لشخص معين هو سبب كل المشاكل والكبد الدهني مالوش علاج معروف لغاية الآن يعني ما له أي علاج معروف وأنا يعني أتعجب من بعض الإخوة اللي برفعوا فيديوهات ويسموا أنفسهم أطباء تغذية وأطباء بيقول لك تنظيف مثلا تنظيف الكبد في يوم واحد هذا شيء لا يحصل ولن يحصل أبدا خلينا نعرف مع بعض شو السبب الرئيس اللي بيسبب الكبد الدهني يجيب على هذا السؤال البروفيسوري الدكتور روبرت لستيك أخصائي الغدد الصماء وأستاذ طب الأطفال في كتابه القيم جدا متابوليكا وكما وعدتكم إن شاء الله رح يكون عندكم ملخص هذا الكتاب في حلقات قادمة وهذا الطبيب تجاربه على البشر مش على الفئران ولا على الحيوانات تجاربه على البشر وعلى الحالات اللي يتعامل معها اللي كان ميؤوس منها يقول قبل خمسين سنة إذا كان الإنسان عنده كبد الدهني هذا معناه من الكحول ما إشي غيره بسبب هذا الموضوع ويقول خمسة وأربعين بالمئة من الأمريكيين عندهم الكبد الدهني وثلاثين بالمئة من سكان العالم وحسب قوله خمسة وعشرين بالمئة من أطفال أمريكا عندهم الكبد الدهني لكن هيك بظهر سؤال طيب المسلمين بشكل عام ما بتعطوا الكحول كيف بيجيهم الكبد الدهني لازم يكون في عامل مشترك ما بين المسلمين وغير المسلمين يعني الإنسان اللي بتعطى الكحول واللي ما بتعطى الكحول في شيء مشترك وهذا مفعوله على الجسم وعلى الخلايا الجسم مثل تأثير الكحول بالضبط والمشكلة حاليا إنه موجود تقريبا في كل شيء ألا وهو الفراكتوز نعم الفراكتوز اللي هو سكر الفواكه واللي طبعا موجود بالسكر الأبيض اللي بيستهلك الناس لأنه السكر الأبيض نصف غلوكوز والنصف الآخر فراكتوز وكما يقول البروفيسور روبرت لاستيج يقول هذا الكحول يعني يهاجم الميتو كوندريا وبالتالي ونفس الشيء الفراكتوز بيعمل نفس العمل الميتو كوندريا موجودة في خلايا الجسم هاي شغلتها صناعة الطاقة اللي هو الأدنسين ثلاثي الفسفاد هاي شغلتها والكحول والفراكتوز بكميات كبيرة يسبب ما يسمى ميتو كوندريا ديس فانكشن يعني خلل في خلايا الميتو كوندريا وإذا صار خلل في الميتو كوندريا الإنسان راح يجي الكبد الدهني شاء أم أبا وهذه مشكلة ليش؟ لأنه مش المهم الدهون اللي بتواجده خارج الجسم الدهون الخارجية يعني اللي تظهر تحت الجلد وكذا هذه الأهم الدهون اللي بتكون متواجدة إما في الكبد أو حول الأمعاء وباقي الأعضاء وعشان نحل هذه المشكلة لازم نعرف جذر المشكلة من أساسها يعني شو اللي بيسبب تعب الميتو كوندريا هذا أولا بعدين نتعلم كيف نحمي أنفسنا يعني نتوقع المرض أو نتق المرض قبل ما يبدأ نحل المشكلة قبل أن تبدأ للي ما عنده أي مشكلة صحية ورح نعرف إن شاء الله أهم الفخصات اللي لازم تعملها حتى تتأكد أنه ما عندك مشاكل الآن أو في المستقبل ونصيحتي ورأيي المتواضع أن تبدأ اليوم تبدأ اليوم حتى ما يحصل أي شيء إليك أو لأحد أفراد عائلتك اسمحوا لي قبل أن أكمل أن أشكر أفراد عائلتنا متحدي وقاهري السكري اللي انضموا للقناة أشكركم من أعماق قلبي وأشكر أيضا كل من سينضم إن شاء الله وإذا لسه ما انضميت لهذه العائلة تشجع وانضم وإن شاء الله ما رح تندب وإخواني وأخواتي عائلتنا في اليوتيوب اعذروني ما رفعت فيديوهات إلي فترة كنا مشغولين في مسابقات أفضل خطباء ماليزيا والحمد لله حصلت على المركز الثالث من بين عشر أفضل خطباء في ماليزيا وإخواني وأخواتي اللي بيتعلم طبخ الأكل الصحي هذه قناتكم الجديدة ياريت تشتركوا فيها ورح نرفع عليها الفيديوهات إن شاء الله يعني الطعام اللي أنا بطبخه وبتناوله وقبل فترة رفعنا فيديو عن طبق بالتوابل وهو أغنى طبق والبهارات في العالم ياريت تشاهدوا وتتعلموا الطبخة طبخة لذيذة ورح تتعود عليها وما رح تعمل الدجاج إلا بهذه الطريقة ما هي العوامل أو الأسباب اللي بتعمل خلل في الميتوكندرية أول شيء الكحول الضغط النفسي السلبي يسبب خلل الميتوكندرية لأنه فيه سلبي وفيه إيجابي سوء التغذية سوء التغذية أيضا يسبب خلل في الميتوكندرية وسوء التغذية مش فقط قلة الأكل لا كثرة الأكل ونوعية الأكل هذا يسمى سوء تغذية يعني الإنسان اللي عايش عن نشويات والمأكلات الجاهزة هذا أيضا يسمى سوء تغذية نقص الأحماض الدهنية الضرورية هذا يسبب خلل في الميتوكندرية وخاصة الأوميغا 3 اللي موجود في الأسماك والموجود في أمور أخرى المبيدات الحشرية أيضا تسبب تلف الميتوكندرية لكن نسبة تأثير الضغط النفسي أو المبيدات الحشرية قليلة جدا اللي على رأس القائمة اللي بيسبب كل هاي المشاكل اللي هو الفركتوز كما ذكرت آنفا يقول صناع الأغذية وصناع السكر إنه الجسم بحاجة إلى السكر عشان يعيش الجسم بحاجة إلى الكلوكوز صحيح نسبة معينة من الكلوكوز في الدم ما عليه غبار هذا الكلام لكن لا يتعين علينا إنه إحنا نتناوله ما فيه لش داعي إنه نأكل سكر نهائيا الجسم ما بيحتاجش إنه يتناول غرام واحد من السكر لا يحتاج ليه؟ لأنه اللي بيحتاجه جسمنا من الكلوكوز ممكن الكبد يصنعه ويضيف أيضا الدكتور روبرت وكمان تقريبا ألف وتسعمائة طبيب آخر من مجموعته يعني اللي قاعدين يحاربوا النظام اللي مشى عليه طب لمدة خمسين سنة بيقول لك إحنا مفيش مش بس بإحنا مفيش أي خلية حيوانية على وجه هذا الكوكب تحتاج رفروتكتوز على الإطلاع هذا اللي بيسوي الطعام حلو يعني اللي بيخلي الأكل له بمثاق حلو يعني ممكن إنه تحتاج إنه أنت بدك تأكل سكر لكن لا تحتاج إنك تتناوله يقول قبل الحرب العالمية الثانية كانت الناس يعني من تأكل السكر يا أما تتلاقي بالفواكه وهي كانت موسمية يا أما من عشوية عسل يعني من هاي الأمور لكن الآن من بداية التسعينات لغاية الآن الشخص يعني في يومنا الحالي الشخص يستهلق على الأقل مئة غرام من الفراكتوز مئة غرام مقارنة بزمان قبل الحرب العالمية الثانية اللي كان الإنسان يستهلق ما بين خمسة عشر إلى عشرين غرام وتخيل أنت لما الإنسان يأكله وجبة من المأكلات الجاهزة ويشرب وراها علبة بيبسي ويشرب خمس كاسات شاي في اليوم بسكر قد كمية السكر اللي دخلت لأن الفراكتوز موجود برضو في السكر بخمسين بالمية بلوكوز وخمسين بالمية الفراكتوز ويقول جون يدكن تعليقا على هذا الموضوع أو على هذا الكلام الآن إحنا بيتناول في أسبوعين كمية السكر اللي كانوا أجدادنا قبل متين عام يتناولوها في عام كامل وفي كتابه اللي رح أعطيكم ملخصه إن شاء الله يقول ممكن الناس ما تسدق كلامي الآن لكن الوقت رح يثبت إنه كلامي صحيح لكن في شيئين لا يمكن لإنسان أن يبحظهم يعني ما يمكن إنسان ممكن يكذبهم أولا إنه الجسم لا يحتاج ولو ملعقة واحدة أو غرام واحد من السكر لأنه يحتاج بيصنعه الكبد من الدهون هذه أول حقيقة لا يمكن بحدها والشيء الثاني اللي لما تعرف حقيقة السكر لكل الناس رح يتم منعه مثل باقي المخدرات وزي ما قلت ملخص هذا الكتاب رح تكون الحلقة الأولى إن شاء الله قادمة بإذن الله وعنوانها حقيقة السكر المرة هذا اللي هو الكتاب اللي كتبه هو رد على شيطان التغذية وعشان تعرف شو يعمل هذا الطبيب هذا الفيديو موجود في القناة بإمكانك وبإمكانك مشاهدته الفراكتوز سبب كل المشاكل والبلاوي واللي بيشكم من الكوليسترول وارتفاع الدهون الثلاثية أو 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 أيضا سببها الفراكتوز وسبب الشيخوخة المبكرة والسرطان خلايا السرطان لا تعيش إلا على السكر هذا غذائها السكر والسؤال كيف نحمي أنفسنا ونحمي أولادنا ومعارفنا وقرائبنا وحبايبنا كيف نحمي نفسنا وإياهم أولا عدم الإهمال وترك اللامبالاة بعدين لازم يكون عندك أو عندك خطة استراتيجية والخطة الاستراتيجية لها أربع أقسام القسم الأول وين بدك تروح؟ يعني شو الهدف اللي أنت بتبحث عنه؟ هل مثلا تخفيف الأدوية؟ هل تمنع المرض قبل حدوثه؟ هل تتجنب المشاكل؟ يعني لازم يكون عندك هدف معين الشيء الثاني أنه أنت وين الآن؟ كيف صحتك الآن؟ الشيء الثالث شو رح تعمل حتى تصل لهذا الهدف؟ والنقطة الرابعة شو المشاكل أو العقبات اللي ممكن نتواجهها وكيف تتعامل معها؟ الهدف الرئيس عند الأغلبية من الناس أنه البقاء في صحة جيدة وبدون مشاكل صحية خلينا نركز على النقطة الثانية وين أنت الآن؟ أول شيء لازم تعمل فحص التراكمي وإذا عملت فحص التراكمي هذا لا يكفي واللي ما بعرف شو هو السكر التراكمي هذا الفيديو موجود في القناة في اليوتيوب بإمكانكم مشاهده الفحص الآخر والمهم جدا هو نسبة الإنسولين في ذمك وزمان كان يقولوا لازم يكون أقل من 25 بعدين نزلوا أقل من 18 بعدين صاروا يقولوا أقل من 15 بعدين صاروا يقولوا حاليا أقل من 12 وأنا نصيحتي لازم يكون دايما أقل من 10 وال6 أفضل شيء إن يكون النسبة 6 في الدم هذا أفضل شيء لكن إذا كان تحت العشرة بيكون أيضا ممتاز وهذا لازم تعمله ليش؟ لأنك لازم تعرف عندك مقاومة إنسولين ولا لا بدك تعمل فحصات الكوليسترول وفحص الكوليسترول العادي لا يكفي يعني ما بيخبرنا كل شيء بنركز على موضوعين اثنين في الكوليسترول الأول اللي هو الدهون الثلاثية والثاني اللي هو الـ VLDL الـ VLDL هذا اللي هو الـ Very Low Density Lipoprotein هذا كم حجمه وقديش عدده في الدم هذا مهم جدا جدا وإذا حاب تعرف باقي الفحصات اللي لازم تعملها موجودة في هذا الفيديو اللي موجود في قناتنا في اليوتيوب كمية حمض اليوريك في الدم مهم جدا جدا لأنه كله مرتبط ببعضه فهذا أيضا مهم تحليل وظائف الكبد أيضا هذا مهم وتحليل أيضا الكليتين وظائف الكليتين كيف شغلها ولازم تعمل تحليل الـ ALT اللي هو الانين ترانسان مينيز الخطوة التالية بعد هيك أنك توقف أو تقلل من نسبة الفراكتوز اللي تتناولها كل يوم وتوقف عن تناول السكر لأنه 50% منه فراكتوز وللحديث بقية أتمنى أن المعلومات الموجودة في هذا الفيديو أعجبتكم وأفادتكم فإن أفادتكم يا ريتي تشاركوا هذا الفيديو مع كل إنسان يهمكم أمره ولمن يشاهدني للمرة الأولى معكم أخوكم الدكتور علي القاسر ونحن في هذه القناة لا نقدم المعلومات فحسب بل أيضا نغير حياة الناس إلى الأفضل فكن واحدا مننا وأحيانا ننقذ الأرواح فكن واحدا مننا وشارك هذا الفيديو مع كل إنسان يهمك أمره فإذا كانت صحتك مهمة بالنسبة لك وكنت تعاني من أمراض العصر كالسكري أو ارتفاع ضغط الدم ومشاكل القلب والأعصاب أو تريد تخفيف الوزن الزائد والدهون في جسمك وتحمي نفسك وعائلتك من مضاعفاتها المرعبة وتقلل من الأدوية أو حتى تتخلص منها نصيحتي أن تشترك في هذه القناة وتشاهد أكبر عدد ممكن من الفيديوهات لسبب وجيه وهو أنه في شيء أهم من اللي رح تستفيده من أي فيديو الأهم أنه شو رح يفوتك إذا ما بتشاهد هذه القناة سوف تعلمك علم الطعام وهو ما يوجد في الأطعمة من ساعة ما تطلع من الأرض إلى أن تصل إلى فمنا ويعلمك علم التغذية ألا وهو ما الذي يحصل في جسمك بعد تناول هذا الطعام أو ما الذي يحصل لهذا الطعام بعد أن يدخل إلى جسمك إلى أن يصل إلى الخلية وستعلمك أيضا كيف تصبح طبيب نفسك بمعنى أن لا تزور طبيب وكلها نصائح من تجربة الشخصية ونجاحي بحمد الله مع مشاكل العصر الصحية وتخفيف وزني 27 كيلو في ثلاثة أشهر ورابط فيديوهات قصتي في صندوق الوصف والتي ستعطيك نتائج ممتازة إن شاء الله واعتمادي على الله جل وعلا وعلى مجموعة من أمهر وأصدق الأطباء والجراحين وعلماء التغذية في العالم أولهم هو الطبيب اللي دلني على هذا الطريق ألا وهو جيسون فانغ الدكتور جيسون فانغ من كندا صيني يعيش في كندا ومن أشهر كتبه The Cancer Code والدكتور جون يتكن من بريطانيا وهذا كتابه Pure White and Deadly هذا كتاب مهم يشرح حقيقة السكر والبروفيسور تيم نوكس من جنوب أفريقيا وهو معروف بتحدي النماذج الشائعة والقديمة في مجال الطب والتغذية له أكثر من 750 مقالة علمية وبحث علمي وتم الاستشهاد بكلامه في أكثر من 16 ألف بحث طبي وعلمي والبروفيسور دكتور روبرت لاستيغ من أمريكا أخصائل غدد الصماء وأستاذ طب الأطفال ومن رأيي وبرأيي الشخصي هذا الكتاب Metabolical هو بالنسبة لي من أهم كتب الطب اللي يجب الإطلاع عليها من جميع الناس وإن شاء الله رح نعطيكم ملخصات هذه الكتب في هذه القناة وكلهم وما يقارب 1900 طبيب آخر من جميع أنحاء العالم حدفهم واحد ألا وهو تغيير فعل هذا الطبيب عام 1961 واللي ضيع وأهلك البشرية وتذكر أخي وأختي أننا في هذه القناة لا نعطي المعلومات فحسب ولكننا نغير حياة الناس بإذن الله وأحيانا وممكن أن نكون ننقذ الأرواح فكن واحدا مننا وشارك هذه القناة وهذا الفيديو مع كل شخص بتحبه وبهمك أمره لأنك ستؤجر على فعل الخير وهذا الخير اللي تفعله رح يرجع لك بطريقة أو بأخرى أشكركم جدا على الحضور والمشاهدة وأشكر أيضا فريق العمل بارك الله فيكم تحياتي لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة